ويعتذر منها نوح ويعتذر منها إبراهيم وموسى وعيسى والعجب أن أكثرهم يذكر ذنبا إلا عيسى فهذا ما يقول أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها وإبراهيم يقول كذبت في ذات الله كذبات ثلاث كذبات وقبله نوح يقول كانت لي دعوة فعجلت بها على قومي وموسى يقول قتلت نفس سلم أمر بقتلها وعيسى لا يذكر ذنبه لكنه يحيلهم هذه منقبة الله عليه السلام إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه اذهبوا إلى محمد فهو نبي غد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها وإذا أراد الله بعبد إكراما ما خصه بأسباب هيئ له الأسباب فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش وهذا هو المعنى الحرفي لقوله وعطيته الشفاعة أين الأسباب هنا يفتح الله عليه بمحمد لم يفتح على أحد قبله بالثناء على الله تستدر رحمة الله بتمجيده جل شأنه ينال الإنسان ما عند الله من اكثار من ذكره يحفظ العبد فالعطية عظيمة جليلة يغبطها عليه صلى الله عليه وسلم يغبطها عليها الأولون والآخرون ومع ذلك يهيئ الله لها سببا قال عليه الصلاة والسلام فيفتح الله علي بمحمد لم يفتحها على أحد من قبله يرزق ثم يتفتح بأن يقول محام التمجيد لرب العزة والجلال وهو ساجد فالكلام عظيم فتح من الله والحال عظيم سجود والمكان جليل عند العرش والموقف مهيب بين يدي الله والناس ينظرون ومحمد صلى الله عليه وسلم ساجد يدعو والناس يترقبون فيناديه ربه هو أكرم من سعيل وأفضل من أجاب يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وعطيت الشفاعة وهذه العطية أيها المبارك أخروية أما التي سلفت كانت دنيوية جعلت لي الأرض وحلت لي الغنائم وصرت بالرعب هذه عطايا في الدنيا لكن وعطيت الشفاعة هذه أخروية وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى عَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَدَلْلَ عَلَيْهِ حَدِيْثٌ صَحِيْحًا فَيَرْفَعَ رَاسُهُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ السَّلَامُ وَيَقُونَ يَا رَبِّ أُمَّةِ أُمَّةِ موضع الشاهد منه أن الله إذا أراد بعبد أمر هيئ له أسبابا فإن رأيت في نفسك أنك ليلة ما تدفع لأن تقومها فغارب الظن أن الله أراد بك خيرا في النهار إن رأيت في نفسك أنك تذهب إلى فقراء إلى مساكين لا يعرفهم أحد تحمل لهم طعاما أو مالا أو كسوة اعلم أن الله أراد بك خيرا بعدها ثم تخير يأتيك لكن هذا توطئ حتى تكون أهلا لنعمة الله إذا رأيت من نفسك دافع إلى والدك إلى والدتك أن تبرهما وتخفض الجناح لهما وتزيد في معروفك إليهما فثمت شيء مخبأ لك إنما جعل هذا التوفيق سبب لأن تنار تلك العطية وهذه أشياء تخفى على الكثير لكن من تدبر القرآن والسنة ورزق فتحا من الله رآها جليها ظاهرة بينة وذهابك للصلاة أو لأولئك الفقراء أو بركب والدتك أو غيرها من أضراب الخير هو أصلا عطية هو أصلا من توفيق الله كما أنه صلى الله عليه وسلم عندما يسجد ويحمد الله بمحامد لم يعطها أحد قبله هذه كذلك من فضل الله عليه فالكل فضل من الله لكن له نوع من الترتيب له نوع من النسبة له نوع من الدلائل له مقام من القرائم والمهم جدا أن يستقر في قلبك أن الواهب هو الله جل وعلا وحده ورطيت الشفاعة كيف ننال نحن الفقر نحن أفراد هذه الأمة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس حظ بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فليحسن بنا أن نقول هذه الكلمة الجليلة العظيمة لا إله إلا الله خالصا من قلوبنا فننجو بها من النار وننال بها رحمة العزيز الغفار ومن رحمة الله أن ننال شفاعة نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه رزقني الله وإياكم شفاعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه ثم قال صلوات الله وسلامه عليه يذكر الخامسة قال وكان النبي والألف واللام هنا للجنس أي الأنبياء من قبل جنس النبي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة فهو عليه الصلاة والسلام ليس لقوم دون قوم ولا لطائفة دون طائفة ولا لعرق دون عرق بل هو للإنس والجن وقع الخلاف عند بعض علماء الأصول هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة أو لا والذي يذهب إليه العلم عند الله أن هذا سوال غير وارد لأن الملائكة غير مكلفين وإن قال بعض الأجل لا إن الملائكة مخاطبون بدعوتي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فقال لفظ العالمين كل ما سوى الله ويدخل فيه الملائكة لزاما لكن لعل هذا عام مريد به الخاص هذا تخريج قوي وسليم فقواعد التفسير قواعد اللغة وجمعا ما بين الأدلة عموما على العموم من أعضى من ناقبه صلى الله عليه وسلم أنه بعث للناس عاما للناس كافة إذن كل من كان حيا موجودا وقت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هم من أمته عليه السلام أمة دعوة ومن أجابه وآمن به وأسلم وجهه لله وقبل الشرع الذي جاء به محمد فهؤلاء أمة أمة إجابة أمة ماذا؟ أمة إجابة فلا المسيحيون اليوم ولا اليهود ولا غيرهم من أهل الأديان والفرق والنحل والملل غير مخاطبين بهذه الدعوة أبدا كلهم مخاطبون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فمن أسلم منهم فأولئك تحروا رشدا وأصبحوا منا ونحن منهم أضحوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر فعليه إثمه فهو من أمة الدعوة لا من أمة لا من أمة الإجابة فهذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة هذه خمس عطايا عطاها الله جل وعلا هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه قال عليه الصلاة والسلام من باب ما أمره الله به وأما بنعمة ربك فحدث فهو يتحدث بنعم وفضل الرب جل وعلا عليه ولا ريب أن الله جل وعلا دا فضل عظيم أن الله جل وعلا ذو فضل عظيم على الناس والخلق كافة وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة قال الله جل وعلا وكان فضل الله عليك كبيرا ختاما أيها المبارك تعلم أنه قد يوجد في البئر ما لا يوجد في البحر فأحيانا يبلغك بخبر صحيح أن نبيا من الأنبياء عليهم السلام جميعا ربما له من الفضل في شيء معين ما ليس لنبينا هذا قد يقع لكن كما قلنا العبرة بالعموم والإجمال وقد يكون في المفضول ما ليس في الفاضل وهذا يعينك كثيرا في فهم أشياء كثيرة من من حولك إما في فقه معرفة الصحابة وفضلهم أو في فقه معرفة الأنبياء فموسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله مرتين ولم يثبت أن الله أو لم ينقل أن الله كلم نوحا أو كلم إدريس وكلم هارون واضح ومع ذلك قد يقول قائل إن نوحا أفضل من موسى وقد يكون لهارون منقب أفضل من موسى لكن بالإجمال موسى أفضل كما أن الخضر كان على علم من علم الله لا يعلمه موسى وموسى شد الرحال إلى الخضر لينهل منه وقطعا موسى أفضل من الخضر بكثير عليهم السلام جميعا والمقصود أن تفقها الطرائق التي يحكم بها على نص ما من نصوص القرآن أو من نصوص السنة هذا بعض ما أفاءه الله جل وعلا على نبينا صلوات الله وسلامه عليه تدارسناها حول حلقة عنوان والخصائص المحمدية من برنامجنا نور على نور سنلتقي إن شاء الله حول بعض آيات القرآن في اللقاء القادم أسأل الله لي ولكم التوفيق هذا ما تحرر إراده وتيسر إعداده وأعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين